اشتركوا في القناة اخواني الكرام في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتعرف على طريقة انشاء فيديو تعليمي بواسطة الحسوبirOM интер efiber credentials لدينا مجموعة من قوالب يمكن ان نتمكن من وختارها اي قلب هناك مجموعة من الاختيارات او نختار القلب اللي يكون فارغ ونشتغل عليه نقدر مثلا اما نختار الخلفية اللي بغيت انايا اللون اللي بغيت انايا كما تلاحظون هنا نختار اي لون بغيت انايا الخلفية عندنا مجموعة من الالوان نختار الخلفية اللي بغيت انايا او نقدرها نجيب واحد صورة هنا مثلا جل صبورة مثلا من الافضل من الافضل يكون عندي واحد دوسي يعني في المعدات كاملة اللي بنخدم بهم مثلا نجيب واحد صبورة انسيقسيون هاد الخانة انسيقسيون يلي قدر نزيد بها لزيماج لفيديو وايضا الاصوات مثلا الاصوات قدر نزيد من هنا من ميديا كما تلاحظون هنا عندي اوديو اما الصوت ديالي او صوت اخر هنا عندي ايضا فيديو اذا كان عندي شي فيديو في الحاسوب ديالي او نقدر نضيف ان غير شاشة ديالي يعني ننسجل الشاشة ديالي هنا ايضا عند ان نضيف اما تنضيف اذا كانت نضيف او تنضيف نعمل اشكال الى ونضيفهم الآن نعمل على لماش نختار صورة مثلا صبورة كما تلاحظون يمكن من الجوانب نكبرها ونصغرها الى غير ذلك مثلا هذه الصبورة نضيف العنوان بداية النص او الفيديو التعليمي دائما نضيف اضافة نضيف اضافة الخانة نضيف نضيف المكان ونبدأ الكتابة كما تلاحظون هنا في اكي مجموعة من خاصائص تتعلق بالكتابة فقط يعني الكتابة اما الالوان او غرا او ايطاليك او الارقام الكتابة يعني اي حاجة متعلقة بالكتابة والنصوص نضيف هنا في اكي نضيف العنوان او المكون الاملا الاملا كمثال دائما نضيف في هذا المكان اكي ثم نقبرها تكبير من هنا او اختيار نوع الكتابة كما تلاحظون نوع الكتابة هنا نضغط عليها ونضغط عليها ونضغط عليها ونضغط عليها في المكان تغيير الالوان من هنا ايضا ايضا نضغط عليها نضغط عليها ايضا من هنا ثم بعد ذلك نضغط عليها اشياء اخرى نضغط عليها كتابة اخرى نضغط عليها واحد السهم كمثال نضغط عليها نضغط عليها لون الذي يجب عليها هذا السهم مثلا دائما في الاضافات نضيف واحد بعض الكلمات نضيفهم هنا مثلا الضغط عليها همزة القطع او الهمزة المتوسطة مثلا المتوسطة ودائما كما قلنا في اكوي هنا تحكم في النصوص بالالوان او بالحجم اي حاجة في اكوي نضيف نضيف الهمزة المتوسطة نضيف نضيف الامتلة نضيف بعض الأمتلة يعني من الأفضل يكون كل شيء مثال مكتوب عندي في الورد ولا في شيء من منطقة أخرى لنضغير Copy Collect بما بخنا نكتب عودتان إذا نضغط عودتان إضافة نص هنا ثم نضغط ثم نضغط عودتان إذا أضربتان الكتابة لدينا كما نضغط يمكننا طريقة العودة ونضغط على إضافة أخرى ونحن نضغط دولة ونضغط على حجم ونضغط على حجم هذا المنص ونضغط على حجم ونضغط على نصف ونضغط على حجم نكمل العمل الجالي بإضافة النصوص والجومال والفقارات أيضاً إذا نزيد صورة أخرى نزيدها من هنا أو دية بورامة أخرى من هنا نزيدها أيضاً نضيف لها شيء صورة أخرى كنزيد أو لا نضيف غير الألوان مثلاً عندينا اختيارات مجموعة من الاختيارات نختار أي لون نبغيت أيضاً إذا نضيف شيء صورة دائماً أنسيقسيون مثلاً هذه الصورة مثلاً كنت تحكم فيها من هذه النقطة يمين ياسار مثلاً ياسار يمين مثلاً ياسار يمين إذا نريد أن نكتب أسفل منها مثلاً وخارجنا على الدرس ديالنا مشكلة الهدف هو الشرح طريقة للعمل مثلاً هنا نكتب على التعليق نجيب بداية الكتابة من اليسار اليمي من هنا مثلاً نبطيخون دائماً من الأفضل يكون الصور عندي في الحاسوب بشيء يكون كل شيء عندي موجود مثلاً إذا نغير الألوان دائماً من هنا نغير الألوان الآن كما نرى طريقة الكتابة وطريقة إضافة الصور الآن المهم هو الانيميات يعني الحركة هذه الصور وهذه الكلمات الانيميات الانيميات هنا في الأعلى الانيميات دائماً نظهر الانيميات الانيميات أي حركة أو أي جملة نضغط عليها هي اللولة نضغط عليها مثلاً أبارت يعني كتظهر عندي إما فوندي أو كتطلع من الأسفل يعني أي طريقة بغيتها هنا عندي مازال خصائص أخرى نضغط هنا كتطلع عليها كل شيء الحركة للدخول أو الخروج أو أنا نختار الحركة اللي بغيت المهم نختار حناية هذه مثلاً إذا الإملاء الأول ثاني حاجة مثلاً هي السهم كنجعه الثاني كندير حركة اللي بغيت تيد حاجة مثلاً هي العنوان عندي لها مثلاً أبا غيتخ ثم رابح حاجة إياه هذه الجملة تقوم بعمل المرتبين الأولى هي هذه الثانية هي هذه الثالثة ثم الرابعة هنا كما تلاحظوا هنا عندي إمتغط ضر أوقليك يعني إذا نضغط كليك سيظهر الإيملا ثانية حتى هي أو كليك إذا لم أغطي يعني إذا نضغط على الكلافية التبان نضغط على الكلافية التبانية يعني إذا تظهر الإيملا تظهر السهم أو أبري يعني أحد المدة زمنية وهنا كنختار مثال المدة زمنية كما نريد وجود ثواني أو ثلاثة كنجيل الثالثة أيضا كنختار أبري كنختار مثال المدة زمنية ثم الرابعة يختار مثال المدة زمنية المدة زمنية في صفحة المدة زمنية بمثال المدة زمنية مثلا من الأسفل هي الأولى ثم تبعها بطخ هي الثانية نشوف ليغ نعم إذا صحيح ونكمل العمل دائما أكوي نضيف برامة جديدة نختار إما الألوان اللي كان لدينا هنا في الـ Powerpoint أو نختار قوالب أخرى جديدة من الانترنت أو نضيف الوان اللي بغيت أناية أو كي بزيب القوالب نختارهم أناية مثلا إذا اخترت شيئا كنجي هنا الـ Precedent إذا بنت نصور مثلا ما صورة من الحاسوب هنا هنا عندي هنا ميديا عندي بخون ضغفوتو مثلا كافتور إكران من الإكران أو نضيف واحد الصوت 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 ديالي مثلا أنا اللي بيت نتكلم في الدرس مثلا كنضيفه من هنا أو الطريقة اللي مزيانة هي أنغوجستخي ديالبرامة الطريقة الأفضل هي أنغوجستخي ديالبرامة نضيف الانغوجستخي ديو ديبي كما تشاهدون هنا يعدى انغوجستخي نضيف مثلا هذا انغوجستخي مثلا وكما بدان تحرك بالأسهم وكما بدان تتكلم أنا النيت أنا الآن كنت تتكلم كما تشاهدون العلمة هنا كنت تتكلم وكما نضغط مجالا أضغط هنا اليوم ونيتضغط العنوان هو الهمزة المطواصطة وكما كنت تجلب الجو مال وكما ببقى شطر حجي سيبقى الصوت مسجل يبقى الصوت دينا مسجل إذا من يسجلنا الديابوراما نأتي الفيشي نأتي الإكس بورتي نأتي كري فيديو ثم نأتي كري فيديو وبهذا الأمر تكون ديابوراما دينات سجلت على شكل فيديو وعيد إذا ديابوراما درنا عليها انجوجي استخي ديابوراما وتكلمنا في الدرس دينا شرحناه وعلقنا عليه نأتي الفيشي نأتي إكس بورتي نأتي كري فيديو ثم نغير حتى شيء وبذلك تسجل لنا الفيديو التعليمي وبهذا الطريقة ننهينا الدرس دينا إذا دائما نعمل بأكوي لكي نضيف ديابوراما أو الألوان أو أي شيء يمكن أن تتعلق بالنص والكتابة يمكن أن تتعلقها في أكوي إضافة إما الصورات أو الفيديو أو الصوت كونسيبسيون في القوالي كيف تظهر الصورات بين ديابوراما وديابوراما أنيمسيون الحركات الجمال ديابوراما ونعلق عليها أدو مبزاف لكي تخدموا بهم ثم من بعد نجي في شيء نضيف إكس بورتي نضيف فيديو وبذلك يكون درسنا قد تم تسجيله على شكل فيديو وبالتوفيق الجميع إن شاء الله ولا تنسوا إذا كانت هناك أسئلة فنحن رحنا الإشارة لإجابة عليها إن شاء الله وبالتوفيق الجميع ترجمة نانسي قنقر